على ذكر الغضي وممكن وكرة القدم النهاردة منذ قليل الاتحاد المصري وكرة القدم أصدر بياناً قال إنه في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري وكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسؤولي أنديت القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد يوم أمس الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم وبحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشاربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات مفيش كرة قبل 21 تسعة مفيش مطشات للمحلية رسمياً قبل 21 تسعة وبيقول الاتحاد وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لعبيها على الراحة المطلوبة خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف إقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع واختتم الاتحاد في بيانه وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصر لكرة القدم تعديلاً على موعيد يتناسب أو تتناسب مع مد فترة الراحة على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق وبالتالي ألغى الاتحاد ما كان مقرراً إجراءه غداً من قرأة الدوري الجديد شوفوا أستاذ إبراهيم يعني إذا كنت يعني هتلكك عشان أوشيد هو ده أحسن قرار اتخذه قرار فني إنساني يراعي مستقبل الكرة في مصر ويراعي آدمية لعب الكرة كان فيه واحد قبل ما جاء الحلقة بيكلمني بيقول لي والله لو اللعيبة اشتكت للاتحاد الدولي خدوا بعضهم كده من خلال مثلاً لجنة المحترفين أو بعضه شكوى إن إحنا مش عارفين نعيش مش عارفين ناخد أجازة مش عارفين نشوف أسارنا مش عارفين جسمنا ياخد راحة ولا زيننا ياخد راحة ولا إنسانيا نقوم بشيء من الالتزام ناحية أسارنا ها اللي عايز يسافر اللي عايز يصيف يعني يعيش مع أهله وشوف أولاده ما فيش هزا الكلام من تلاحق المواسم القرار ده له بإذن الله مرضود إيجابة على الكرة في مصر وبشرط إن يكون مدروس إزاي حيعالج بقى الموسم آآ القادم يعني ما نبصش نلاقي إن يكون على حساب بإيه مزيد من الضغوط ونعيش هذا الموسم الكارثي المضغوط اللي بيلتهم آآ صحة آآ اللعبين بدنياً ونفسياً ووجماهي والجمهور والأجهزة الفنية مش عارفة تشتغل بشكل علمي آآ على أهداف الأهداف يعني الأهداف الإقليمية والأهداف المحلية لأن التداخل الشديد ده مش مدي فرصة يشتغل آآ بشكل علمي ده قرار مهم جداً وموفق ونرجو أن يستغل بشكل جيد لأن الراحة العلمية يا أستاذ إبراهيم على الأقل ثلاث أسابيع بين الموسم فأنت لو بتقول يوم عشرين وكان عندك هو حوالي أسبوع فات أنت بتاخد حوالي أقل من شهر حاجة بسيطة يبقى ماشي معقول لكن ماذا عن اللعيب الدوليين؟ لأنه دي المشكلة هتعمل معهم إيه؟ فأ يعني دي هتبقى مشكلة الأندية بقى خصوصاً نادي الأهلي اللي عنده أكبر عدد نو عنده تسعة في المنتخب المنتخب هيلعب يوم الأربع إن شاء الله مباراة أنجولا وعاقب المباراة على طول أو تاني يوم هيسافر للجابون هيلعب في الليبرافيل يوم خمسة وهيرجع يوم ستة يعني يقدر ياخد أجازة من ستة إذا كان هيدله أجازة أسبوع ويبدأ يتمرن تاني لا لا ده بقولك الأجازة هو ما فيش ماتشات قبل 21 تسعة ما فيش ماتشات آه ماتشات يعني تموك الموسم يبتدي آه 21 تسعة يعني هو هيفكر يعمل أو الانتزامات هو لو يقدر يمدي أسبوع كمان هو مبدئياً الأهلي والرجاء في كاس السوبر الأفريقيا 24 تسعة آه يبقى لازم هيضعه يتمرن ما فيش ما فيش ما فيش فيدهم هياخد أسبوع أو عشر تيام ده تمرين المنتخب إمبارح كابتن حسام البدر والجهاز المعاون أسعد واحد هيبقى بالموضوع ده آه جهاز المنتخب هتقول لي رغم أنه هو بيتمرن آه بس عنده ريزير أو احتياطي عارف القرار بتاع اتحاد الكرة على فكرة دلوقت في التمرين ده الوزير الدكتور أشرف صبحي والمنز أحمد مجاهد لتنين حضرين التمرين وقرار اتحاد الكرة بتعليق الماتشات لغاية واحد وعشرين تسعة جابوا نقا على الحالة اللي انتوا شايفينها لأن الكابتن حسام البدر حسب معانينت قال المهندس أحمد مجاهد اللعيبة مش هادرة توقف الناس جاية كله بيشتكوا من إجهاد شديد طبعا مش بس لعب تلقالي لعب تلقالي طبعا اتحملوا الجزء الأكبر من الإجهاد انت بتتكلم في لعيبة بالمناسبة أنت قلت هيرجعوا من الصفر أمتى؟ يوم ستة يوم ستة يبقى عندهم من ستة أسبوع في الكتير أسبوع عشان يقدر يتمرن لأن انت لو خدت أجازة أسبوع تقدر تسترد اليقتك بعد أسبوع اليقتك اللي انت كنت عليها زي الفريزر برضو بإجهاد بنسبة الإجهاد اللي انت كنت عليه ماشي أحسن حاجة لكن لكن مهمة في الآخر حتى على المستوى الترويحي اللي خلاص ننزه أنا من فكرة الكورة بالمناسبة أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المحترف في الخارج نضمن اليوم للتدريبات المنتخب بينما طبعا حتى الآن يتعذر ضم محمد صلاح وإنني من الدور الإنجليزي وفيه هناك محاولات أن هما يقدروا يسافروا من لندن إلى لبرفيل عشان يلعبوا مباراة المنتخب في الجابون باعتبار أن الجابون اللي مصر فيها بالنسبة لجائحة كورونا لكن حتى الآن المؤكد أنه صلاح وإنني خارج المنتخب في مباراة أنجولا